قال الأب إن الحيوانات هي في حياتنا لازم أن نطاعمها لازم تجيب الأكل للطيور وكل الحيوانات هي واجب علينا وكمان بتاخد حسنات أحمد فكر في كلام أبيه وقال يجب أن نطعمهم أحمد رح جاب أكل للطيور وسمع كلام أبيه مش بس مرة ومرتين أحمد بيجيب أكل للطيور كل يوم وهو ذاهب إلى المدرسة وأنتم يا أصدقائي يجب أن تطعموا الحيوانات فهم واجب علينا